مرحبا واضح انا اسمي ريم حرفوش صيدراني متخرجة من جامع التشرين معي ماستر بالمايكروبيولوجيا وإمينولوجيا وهلأ عمقامل بي اتش دي دراجتي هيك بعتبرها متل صديقتي في استقلالية رائعة باستخدام الدراجة الهوائية كبنت أو حتى كسيدة موسيقى من حوالي خمس سنين صار عنا أزمة مواصلات ومحروقات هون بسوريا فحبيت ارجع استخدامها قلت هي وسيلة التنقل وممكن اني روح مشاوير روح فيها كمان على جامعة وعلى شغلي فشفت صديق لي هو عندي سيارة وعنده دراجة الهوائية موقف السيارة وعم استخدم دراجة الهوائية بتنقلات ورا عمله فعارني بسكوليته لفترة وحبيت الفكرة صرت اتحرك عليها فبعدين قررت اني اشتري دراجة خاصة فيني وصير استخدامها بتنقلات بعد فترة من استخدامي للدراجة الهوائية قررت انتسب للاتحاد الرياضي باللاديين وصرت لعبة دراجات ظلت اتمرن وشاركت بعدة بطولات وحصلت مرة على بطولة جمهورية المركز التاليك الميدالية البرونزية ومن بعدها صار كتير فتيات من زملائي او طالباتي حتى يسألوني عن موضوع الدراجة وصرت ادلهم انه كيف ممكن يجيبوا الدراجة وصرت ادربهم حتى انت لقيت مبادرتنا سميتها دورت كتير على تسمي لحتى سمي مبادرتتي اخر شي سميتها لاتس بايك مع مجموعة من الشباب والصبايا بقابل 2017 وقتها عملنا صبحة على الفيسبوك وصرت نزل ايفنتات دورية كل اسبوعين او كل اسبوع حسب يعني هلأ من انا وصغيرة كان عندي شغط حتير حلو بالبسكوليت وان قطعت فترة كتير طويلة مرة هيك بس فاشفت الدكتورة ريم تعرفت علي وكتير شجعتني وصلنا لطلع مشاوير كتير في عالم مثل مثل احنا واشين يكتير شجعونا برافو عليكم كذا وخاصا انتي بنت ومقصة فوق هيك محجبة كيف عم تسوي بسكوليت قدام العالم ومبتخ جلي وكذا تعليقات سلبية مثلا بيقولوا لي الله ليكبرينك او بتساب اي او يضحكوا في تعليقات ايجابية كتير انه برافو ومشجعك وياريتنا محلك يعني كتير اسمع ياريتنا محلك خاصة من النساء ليش ليش لا ليش لا ما البيت تتعلم زباح ما البيت تتعلم طيال بيت تتعلم تحارب يعني البيت مونه غلط مونه غلط تتعلم اي مكان شيك بس في شيك انه قلحدود لا هي عادية عادية اذا البنت ساقط بسكوليت او متور حتى ما هي لا هي غريبة ولا فيها اي نوع من الخجل ومن الغرابي كتير بتهجع الفتيات بالعالم العربي على استخدام دراجة الهوائية بتنقلات سواء لدير الجامعة او للمدرسة او للعمل للسوق لمشوار اي شي هلا عمشوف في كتير بنات بمصر بيستخدموا دراجة الهوائية بلبنان بسوريا لسه شوي محدود يعني استخدامها من قبل الفتيات ما تخلي المجتمع او رأي المجتمع يكون حاجز لحتى يمنعك عن استخدام دراجة الهوائية لانه ما فيا اي شي محرج ابدا وهي وسيلة كتير اقتصادية ومريحة وصديقة للبيئة وتشاري بحرية اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة